هنبرر الناسنا تشتم وكل واحد يقول لك عندك تلسم الترات لا لا مش كده خالص انا ترات انا ترات مش كده خالص لا خالص مش كده الموضوع مش كده خالص هو الاول عايزين يقول بس انه احنا عندنا في لزمات فيه التراب اسمه التراب اللزمات لزمات يا بتكون حركية يا بتكون صوتية واللزمات الحركية بتكون يا بسيطة يا معقدة وبرضو اللزمات الصوتية يا بتكون بسيطة يا تكون معقدة تمام؟ زي ما احناك قلت كده اللزمات الحركية البسيطة زي انه يباربش بالزبط واللزمات الصوتية البسيطة زي انه يتنحنح تمام اللزمات المعقدة انه يستخدم أكتر من عضلة اللزمة زي مثلا انه يعمل جريموسينج يشد كده دقنا دي بيعملوها ناس كتير دي حركة معقدة فهذه لزمة معقدة كل شوية يعملها او انه يبقى من ضمن اللزمات المعقدة انه في الصوتية انه يشتم �� طيب من ضمن اللزمات المعقدة هقول بقى لحضرتك هو الأول فيه فرق ما بين أنه يبقى بس اللازمة صوتية أو حركية لوحدها أو أن يبقى تورت سندروم تورت سندروم أو متلازمة تورت دي اكتشفها تورت وده عالم فرنسي سنة 1885 وهي لازم يبقى فيها الحركية والصوتية مع بعض يعني لازم يبقى فيها حركية ما ينفعش تبقى حركية بس أو صوتية بالضبط وفي وقت لازم يظهر معها الصوتية فلما تجتمع الحركية والصوتية يبقى دا كده ايه؟ وهو جورج تورات اكتشفها في واحد بيشتم؟ لا ما هقوله حضرتك بقى الفكرة في أنه هو بيبقى عنده إرج أو عنده رغبة ملحة أنه يعمل الحركة أو أنه يعمل الصوت أو أنه يقول الشتيمة غصبة عنه وفي الشتيمة دي هي موجودة بنسبة 10% هو تورت سندروم ما هقوله حركة 10% من عندهم تورت اه اوكي انا افتكرت 10% من البشر هو بيظهر من 3 إلى 8 في كل ألف يعني كل ألف واحد متلازمة تورت اللي هي مش لازم الشتيمة ممكن أي حاجة بالضبط كده متلازمة تورت من 3 إلى 8 من كل ألف رقم كبير برده اه رقم كبير وبيظهر أكتر في الصبيان عن البنات بنسبة أربعة لوحد يعني كل أربع صبيان عندهم قصادهم بنت عندها وبيظهر في سن من 5 إلى 6 سنين وبيزيد قوي في سن من 10 إلى 12 سنة يعني لازمات تزيد قوي في سن من 10 إلى 12 سنة 10% بس من اللي عندهم تورت بيكون معاه الكبرولاليا أو إنه يردد ألفاظ بذيئة ويبقى ده إرج جواه غصب عنه حاسس إنه عايز يقول اللفظ فيضطر إنه يقوله هو مش يقصد يشتم خالص بس هو مش عارف ليه عنده إرج أو عنده إلحاح داخلي إنه يقوله اللفظ البذيئة هو كمان بيكون معاه ممكن يبقى معاه مصاحب معاه وسواس قهري أو مصاحب معاه نقص انتباه وفرط حركة أو مصاحب معاه صعوبات تعلم عشان كده هم لقوا إنه في شبه كبير ما بين لازم التورت وما بين الوسواس القهري موسيقى